في إطار استمرار مساعي واشنطن من أجل توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولة في المنطقة هي الثامنة منذ بدء الحرب لتشمل كل من مصر الأردن إسرائيل وقطر وخلال محادثاته في القاهرة مع المسؤولين المصريين دعا بلينكين إلى ضرورة الضغط على قادة حماس للموافقة على التهدئة مشيرا إلى أن الحركة هي الجهة الوحيدة التي تعارض وقف إطلاق النار وهو الأمر الذي دفع مسؤولا من حماس لاتهام وزير الخارجية الأمريكي بالتحيز لإسرائيل مشيرا إلى أن موقف بلينكين يشكل عقبة حقيقية أمام التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار فاضغطوا على حماس لتقبل به إذا كنتم تريدون التخفيف من معاناة الفلسطينيين فاضغطوا على حماس إذا كنتم تريدون عودة المحتجزين إلى ديارهم فاضغطوا على حماس لقبول المقترح إذا كنتم تريدون وضع إسرائيل والفلسطينيين على مسار السلام الدائم فاضغطوا على حماس للموافقة إذا كنتم تريدون تفادي تفاقم التصعيد في المنطقة فاضغطوا على حماس إذا توصلنا إلى وقف لإطلاق النار سيفتح ذلك الباب أمام الأمن والسلام الدائمين في غزة نتابع الخبر مباشرة من دبي مع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ سامويل شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا في غرفة أخبار سكاي نيوز عربية هذا المساء بلينكين يقول إذا أردتم وقف إطلاق النار في غزة فاضغطوا على حماس لكن ماذا عن إسرائيل؟ هل إسرائيل قابلت بمقترح بايدن لوقف إطلاق النار؟ إذن مساء الخير شكرا لك على السدافة شكرا لك على سكاي نيوز ونعم هذا الخطاب كلمات من الوزير بلينكين كان واضح جدا ومنذ قدم الرئيس بايدن هذه المبادرة الجديدة قلنا أنها مبادرة ليس مبادرة أمريكية ليس مبادرة من جو بايدن ولكن هي مبادرة إسرائيلية وحتى الآن ليس دلينا أي شق في عقولنا بالنسبة للنية الإسرائيلية لتنفيذ هذا الاتفاق وهذه المبادرة عندما الطرفين هماس وإسرائيل اتفقان على هذه المبادرة إذن كما كان الوزير بلينكين الآن القرى تقع في ملاب هماس ولذلك الوزير بلينكين في كل هذه اللقاءات واجتماعات في هذه الجولة الأخيرة هو يرقز على الجهود المشتركة بين وريبون تاهرة والدول الأخرى لإقناع هماس والضغط على هماس لقبول بهذه المبادرة نعم سأعود إلى هذه النقطة ولكن سيد ويربورغ الكثيرون يعتبرون أن الخطة ليست إسرائيلية هي خطة أمريكية من أجل فرض هذا الحل الذي يحظى بقبول المجتمع الدولي بن يمين نتنياهو لم يقل صراحة بأنه يقبل بهذه الخطة من ثلاثة مراحل لوقف إطلاق النار وحتى تذكر معي التصريحات ائتلافه الحكومي بينكفير وسموتريتش الذين هددوا بإسقاط حكومة نتنياهو الانسحاب من الحكومة إذا قبل بهذه المعادلة فهل حقا الولايات المتحدة ضامنة لإسرائيل بأنها بالفعل ستكون متعاونة مع هذه الخطة بمراحلها الثلاث إذا مرة أخرى لنكون واضحا جدا هي مبادرة إسرائيلية قدمتها إسرائيل للولايات المتحدة وقطر ومصر ونحن قرعنا هذه المبادرة وقدمنا هذه المبادرة إلى قطر ومصر لتقديم إلى حماس إذن هي مبادرة إسرائيلية وبالرغم من هذه التصريحات وكلمات نحن نسمعها من بعض المسؤولين الإسرائيليين في نهاية المطاف نحن نعرف بدون شك أنها مقبول من جانب الهكومة الإسرائيلية والآن يرأس هذه الهكومة رئيس الوزراء نتنياهو واليوم في هذه الساعة خلال هذه المقابلة الوزير بلينكين هو يقوم بلقاء مع رئيس الوزراء نتنياهو ليناقش كل هذه التفاصيل إذن ليس لدينا أي شك بالنسبة هي مبادرة إسرائيلية نعم إسرائيل هي الدولة الديمقراطية وهي لديها أهزاب مختلفة ومسؤولين مختلفين ولكن في نهاية المطاف الوليد المتحدة لديها علاقة ليس مع الأشخاص أو الأهزاب أو الشخصيات ولكن مع الدولة والدولة الإسرائيلية باسم الهكومة الإسرائيلية باسم الرئيس الوزراء نتنياهو تقبل بهذه المبادرة نعم طيب سيد ويربرغ الحديث الآن على أن المطلوب من الوسطاء كما ذكرت سيد بلينكين هو يعود للمنطقة في زيارة ثامنة نتحدث على أنه جاء في زيارات مكوكية بمعدل مرة واحدة على الأقل كل شهر من شهور الحرب الثمانية الماضية هذه المرة هو يطلب من الوسطين العربيين بالتحديد مصر وقطر الضغط على حماس ما نوع الضغط المطلوب من الوسطاء على حماس؟ أهم شيء أهم شيء الرسالة واضحة وممكن نقول هذه الرسالة في كل هذه اللقاءات خاصة ولكن أيضا أمام الوسطاء ليلم ليس هناك أي بديئ ليس هناك أي مبادرة أخرى ليس هناك أي ترى آخر ليس هناك أي نحاية لهذه الهرب عبر القتال لا لازم حماس تدرك أنه إذا هي تريد أن تحتم بي أو هي تقول أنها تحتم بي الشعب الفلسطيني فان الوقت الآن لإنهاء هذه الهرب عبر هذه المبادرة إذن هذا شيء واضح جدا نعم صحيح الجميع مدرك لذلك سيد ويرلبرغ ولكن عذرنا على المقاطعة حماس تلقت الاقتراح المقترح أصطلح عليه إعلاميا بمقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة منذ عشرة أيام ووقتها كانت هناك تصريحات بأن حماس تتعاطى بإيجابية مع هذه الورقة وبالأمس كان متحدث باسم حماس ضيفي هنا في غرفة الأخبار من القاهرة سألته بشكل مباشر هل تقبل حماس أم لا هو قال إنها تشبه الورقة المصرية التي كان جرى طرحها قبل انهيار المحادثات فبالتالي هل تعتقدون أن هذه الإيجابية التي أبدتها حماس لا تكفي؟ إذن السؤال ممكن لازم تترحل لهذا الشخص أو أي شخص آخر من حماس هل هي تقبل وهل هي حركة حماس مستعدة للتنفيذ دخول والتنفيذ والتطبيق هذه المبادرة سألته هذا السؤال سيد ويربرغ ولكن تعلم بماذا أجابني أجاب بأنهم لا يثقون في الجانب الإسرائيلي وبأن إسرائيل يمكن تلتزم بالمرحلة الأولى من الخطة أي الانسحاب من المناطق المأهولة ووقفة لقنار واستعادة الرهائن بعد ذلك تعود للمزيد من الحرب هذه هي مخاوف حماس هذه هي العقدة في المفاوضات لا يمكن تقلل السؤال أنت قلت لي كان المفروض تسأله إذا كان هذا الشخص من حماس المتحدث إذا كانوا يقبلون بالخطة أنا سألته هذا السؤال ولكن قال أنهم لا يثقون في إسرائيل إسرائيل اعتبر أن إسرائيل تناور بأنها ستقبل ربما المرحلة الأولى من الخطة ثم تعود لاستئناف الحرب ليس من الممكن أن أتكلم باسم هماس ولا الإسرائيليين ولكن أعتقد أن إذا تطرح نفس السؤال للإسرائيليين ممكن الإسرائيليين سيقول أن ليس لديهم أي ثقة في هماس ليس هناك أي ثقة بين هماس وإسرائيل هذا شيء واضح ولكن هذه المبادرة لم تمني على ثقة لا هذه المبادرة تقول أن أولا الطرفين ستدخل في المرحلة الأولى وخلال هذه المرحلة الأولى عندما هناك حدنة على أقل ستة أسابية وزيادة في دخول المساعدة الإنسانية وإطلق سراء الرحاء وأسراء الفلسطينيين في هذه الوقت في هذه الستة الأسابية تكون مفاوضات صحيح وأهم شيء كما ذكرت بالفعل لا توجد ثقة بين إسرائيل وحماس هذا شيء أكيد وواضح هل تعتقد أن الوسطى والدول التي يزورها بلينكين في هذه الزيارة الثامنة للمنطقة منذ بدء الحرب يمكن أن تكون ضامنا من أجل أن يلتزم جميع الأطراف بالخطة؟ نتمنى ولكن لازم ندرك أن في نحاية المطاف لازم حماس تقبل بهذه المبادرة لازم حماس وإسرائيل تنفيذ هذه المبادرة بالرغم من كل جهود بدلاتها الوليد المتاهدة ومصر وقتل والإمارات والصودية وكل الدول في المنطقة بالرغم من ذلك في نهاية المطاف هذه الحرب بين جينبين بين هماس وإسرائيل ولذلك نحن نصنع اسمح لي سيد واربورغ الزملاء في التحرير سنأخذ إلى هذه الصور التي وصلتنا إلى غرفة الأخبار نشاهد الصور التي بثها الجيش الإسرائيلي والتي توثق اللحظات الأولى لعملية تحرير ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين من أحد المنازل في مخيم أنصرات في غزة شاهدوا معنا هذه الصور هذا واحد من الرهائن الأربعة الذين جرى تحريرهم بالأمس هذه الصور أذعها الجيش الإسرائيلي لعملية تحرير هؤلاء الرهائن هو يرتدي إذن كما نشاهد اثنان من الرهائن يقومان بالخروج من هذا المنزل نحاول لا أعلم إذا كان هناك صوت طبيعي بالإمكان الاستماع إليه في هذه العملية المنزل هذا إذن في مخيم أنصرات وكان فيه ثلاثة من الرهائن بينما كانت الرهينة الأخرى بالفعل كما نشاهد هنا ثلاثة رهائن كانوا في منزل واحد بينما الرهينة الأخرى كانت فيه منزل آخر في مخيم أنصرات في العملية التي أثرت انتقادات كذلك كبيرة بالنظر إلى أنها جرى قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين قرابة الثلاثمائة فلسطيني قتلوا في هذه العملية في عملية تحرير أربعة رهائن هذه هي الصور الأولى إذن التي وصلتنا إلى غرفة الأخبار في سكاينيوز عربية نتابعها معكم أذعها الجيش الإسرائيلي إذن لعملية تحرير ثلاثة من الرهائن في مخيم أنصرات كما نتابع هذا هو الوضع الذي وجد عليه هؤلاء الجنود الإسرائيليون الرهائن الإسرائيليين الثلاثة وهم ثلاثة شبان بينما كانت الرهينة الرابعة في مكان آخر مرة أخرى نشاهد هذا العنصر عناصر من الوحدة نعم وعملية إخراج الرهائن سيد ووربورغ أعذرني على المقارعة كان يجب أن أشير إلى هذا المقطع مقطع الفيديو بالحديث عن عملية تنصيرات ربما زيارة بلينكت وجهود إحياء المفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار تأتي بعد جدل كبير وانتقادات كبيرة لإسرائيل لأنها قتلت عددا كبيرا من الفلسطينيين في سبيل تحرير أربعة رهائن إسرائيليين قتلت المئات من الفلسطينيين هل تعتقد أن هذه العملية ستنصف جهود بلينكت وهذه المفاوضات إذا ما استمرت إسرائيل في استخدام نفس الطريقة؟ إذن كما سمعنا من البيت الأبيار من المستشارة من القومي جيك ساليفين ووزير بلينكت من جانب نحن نرهب عودة أي رهائن إلى بيوته إذن نحن نرهب ذلك ولكن من جانب آخر نحن من وشاة نظر الولد المتاهدة الأحسن ترك لنرى عودة أو إيادة كل الرهائن البيوتهين وإطلاق سراء كل الرهائن هذه المفاوضات هذا من وجه النظر الولد المتاهدة ليس علينا لنفرض إراداتنا على الإسرائيليين ولكن من جانبنا نحن نرى أن أحسن وأصر ترك لوصول إلى هذا الهدف لنرى إطلاق سراء كل الرهائن منهم الإسرائيليين والأمريكيين هذه المفاوضات يعني عن طريق ترون أن تحرير الرهائن يجب أن يتم عن طريق المفاوضات ليس عن طريق العمل العسكري سؤال أخير سيد ويربيرغ أشرت إلى الرهائن الأمريكيين حركة حماس قالت أنه في عملية من الصيرات قتل عدد آخر من الرهائن ثلاثة بينهم شخص يحمل الجنسية الأمريكية وسمعينا أيضا معلومات على أن أمريكا تقوم بمفاوضات منفصلة عن إسرائيل لتحرير الرهائن الأمريكيين ما مدى صحة كل هذا؟ إذن ليس من الممكن أن أؤكد أي من هذه التفاصيل نحن الآن نركز على هذه المفاوضات نحن نرى أن هذه المفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة مع الولايات المتحدة وقطر موسط ومصر أحسن ترك لوصول إلى إطلاق سراء كل الرهائن إذن هذا تركيزنا الآن وفي هذه الزيارة للوزير بلينكين أشكرا جزيلا سيد سامويل على وقتك وعلى رحابة صدرك وإجابتك على كل أسئلتنا سامويل ويربرغ المتحدة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية شكرا لك مرة أخرى على انضمامك إلينا في غرفة أخبر سكاينيوز عربية مباشرة من دبي موسيقى موسيقى موسيقى